أكاديمية الفنون زي ما حالك بتقولي من المؤسسات الفنية الكبرى جداً اللي بدأت بداية مبكرة جداً وضع أكاديمية الفنون حالك دلوقتي يعني رئيسة هذه الأكاديمية لازالت لها الرياضة لازالت إحنا عندنا أقبال نسعى عشان ناخد ملف الجودة في التعليم لأنه طبعاً ده اتجاه الدولة كله فإحنا بنسعى ناخد الجودة في التعليم علشان كمان يبقالنا تصنيف دولي فإحنا شغالين على الممتعة دلوقتي حضرتك إحنا كنا معاهد المعروفة للناس كلها معاهد فنون مصرحية ومعاهد السينما ومعاهد الموسيقى العربية ومعاهد الكونسرفاتور ومعاهد البالي ومعاهد الفنون الشعبية ومعاهد النقد الفني ومعاهد فنون الطفل ومعاهد ترجمات الفنون والأدب دي معاهد الأكاديمية بتاعتنا إحنا عندنا فرع للأكاديمية في الأسكندريان في معظم المعاهد دي بس معاهد الكونسرفاتور ومعاهد الموسيقى العربية ومعاهد البالي دول المعهد فيهم غير نظامي المعهد النظامية هناك معهد الفرون المصرحية معهد السنمة وكمان معهد النقض الفرنية مع هذه الاعداد الكبيرة للمعهد المتخصصة فرنيا في مصر والذين هم مرتبطون بأكاديمية الفرون أين يذهبون بعد التخرج؟ لحد النهاردة إحنا محافظين أننا ناخد اعداد قليلة رغم أننا نتوسع في الأبنية ونتوسع في عمدنا فرع كبير في اسكندرية لكن إحنا محافظين على أن ناخد أعداد قليلة يعني معهد السنمة لحد دلوقتي بياخد ثمان أفراد في كل قسم معهد الفرون المصرحية بياخد أعداد محدودة حتى بالنسبة للأطفال يعني الأعداد المحدودة بغرض أنهم ينالوا جودة في التعليم؟ الاتنين واحد ينالوا جودة في التعليم الاتنين أنه هو يخرج يلاقي مجاله يشتغل فيه في سوق العمل حضرتك هتضخ لسوق العمل أعداد كبيرة والسوق مش هيستوعبهم أصلا فهيبقى فيه فجوة كبيرة جدا ما بين نحن لما بنخرج أعداد مهولة من الطلاب وفي نفس الوقت السوق العمل لا يستوعب كده أين يذهب خريجوا معهد الفرون المصرحية؟ أولا معهد الفرون المصرحية فيه ثلاث أقسام فيه قسم التمثيل والإخراج فيه قسم النقد والدراما وفيه قسم الجيكور طبعا التمثيل ده ما مش تمثيل مسرحه بس هو تمثيل سينما كمان فأولادنا كلهم يعني السنة دي كنا بنعمل حفلة دايما بنعمل حفلة في رمضان فدايما بنعمل تقليد زريف في الحفلة كده إن إحنا نحط على بنعمل بوستر كبير كده على المهد بنقول فيه أولادنا اللي اشتغلوا السنة دي في مسلسلات رمضان إلى أي درجة يؤثر عدم وجود أماكن للعرض سينمائي كافية وعدم وجود أماكن للعرض المصرحي كافية في الإنتاج طبعا بيأثر ما هو حضرتك عندك منتج المنتج الفني إحنا وإحنا ببيهات بنعلمون أنا أرست وقال لازم يبقى فيه جمهور عشان يشوف الحاجات دي عشان جمهور يبقى لازم يكون فيه مكان مهيئ لاستقبال هذا الجمهور اللي هو السينما واللي هو المصرح وأنا نفسي نرجع تاني لفكرة السينما التي كانت في كل حتة يعني إحنا أما كنا في مهرجان القاهرة كانت بتبقى سينمات وسط البلد كلها فتحة كان فيها سينمات في الأحياء طبعا سيدة زينب من دان الجيزة الحلمية الجديدة اللي أنا منها الحلمية جديدة إحنا كان عندنا سينما إحنا عندنا سينما اسمها سينما الحلمية السيدة زينب أنا كنت بعرف أن فيها أكتر من سينما قريبة مننا فيها أكتر من سينما ومن دان الجيزة كان فيه سينما وكانت أسعار التذكارة وليلة جدا فكان الجمهور البسيط بيجي يتفرج عليها وده مهم جدا حقيقة السيليمة في النهاية غرضها الجمهور احنا في الاكاديمية باللقتي عايزين نعمل خدمة مجتمعية لان منطقة العمرانية الحية منطقة كان مكانش فيها لسنة واحدة بس وسنة مصيفي ام شافوا مصيرها باللقتي شغالة حتى مش شغالة فاحنا قررنا ان احنا نعمل حاجة اسمها مصرح الساحة احنا عندنا ارض كبيرة جدا 19 فدان الجزء اللي منها اللي بيطل على حي العمرانية الجزء ده احنا هنعمل فيه مصرح ساحة مصرح الساحة ده وحنحط فيه كراسي بسيطة وحنعمل امكانيات بسيطة وحنجيب الجمهور حناخد منه تذكرة رمزية جدا وحنبتيجي نعرض له منتجات نعرض له افلام سينما عشان نعرفه يعني افلام قصيرة هنعمل له فرق كومبوز غيره هي فكرة جيدة يعني هي فكرة جيدة لكن هي في النهاية هتخدم حي محدد اشتركوا في القناة